على خلفية تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الذي أكد فيها على أهمية دورة العنصر النسائي في المؤسسة العسكرية وإجراء الدراسات الجدية حول مشاركتهم جنبا إلى جنب مع الرجال في الخدمة الوطنية العسكرية ومن ثم رفع تلك الدراسات إلى القيادة العليا عند استكمالها المغاردون أطلقوا في الكويت هاشتاغ الكويتية في الجيش والذي تصدر قائمة الهاشتاغات النشطة في تويتر منذ أمس الأول وحتى اليوم أراء المغاردين تباينت ما بين مؤيض ومعارض لفكرة انضمام المرأة للجيش فالبعض رأى أن الأمر قد يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الشرقية وأن القيام بهذا الدور يقتصر فقط على الرجال أما البعض الآخر فقد رأى أن دور المرأة في الدفاع عن الوطن والإسلام قد تجلى في غزوات رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في مجالات وتخصصات عدة منها التمريض الأراء المؤيدة فضلت أن يكون الأمر اختياريا للمرأة وليس إلزامي على أن تخضع النساء للتدريب والدورات المتخصصة في مجالات محددة خاصة وأن تلك الفكرة ليست بجديدة ومعمول بها في دول خليجية أراء وتغريدات متعددة أكدت أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مجالات علمية وأدبية بل والتطوعية وحتى المجالات الأمنية مستشهدين في تغريداتهم بصور الشهدات الكويتيات التي ضحينا بأرواحهم في سبيل الوطن أثناء الغزو الغاشم على دولة الكويت حيث أثبتنا أن الدفاع عن الوطن ومقاومة العدو لا فرق فيه بين رجل وامرأة وحسب نظام تحليل البيانات من أرشيف تويتر الرسمي بلغ عدد التغريدات التي تحدثت حول الموضوع تحت هاشتاغ الكويتية في الجيش خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم على مستوى العالم بلغ ستة عشر ألفا وخمسمائة تغريدة بمعدل بلغ تسعين تغريدة في الدقيقة الواحدة أما أقصى معدل لتغريدات حول الموضوع فكان في الساعة السادسة من مساء يوم أمس الخامس عشر من ديسمبر